لاحظوا وهناك أضواء وبدأت عملية الشحن إخواني الكرام بشكل ناجح إخواني الكرام هذا ما كنا نتمنى هناك أضواء داخل العلبة كما تشاهدون عدنا إليكم أصدقائي من جديد وكما سبق وأن ذكرت في الفيديو السابق الذي قبل هذا بحيث عالجنا مشكلين بحيث كان لدينا علبتين كانت لدينا هذه العلبة التي ذكرت في السابق كانت تشحن وتصدر أضواء والكل على ما يرام لكن السماعة داخلها لا يشحنون وقمنا باكتشاف المشكل وكانت لدينا هذه السماعة أيضا كنا سوف نقوم أيضا بحل المشكلة الخاص بها لكن لكي لا يكون الفيديو طويل فأنا طررت إلى تقسيم الفيديو إلى جزئي طبعا العلبة كما قلت في الفيديو السابق فعندما نقوم بتوصيلها بالشحن فهي تصدر أضواء يعني بدأت عملية الشحن بشكل هذه ولكن المشكلة في هذه العلبة وأنني عندما أضعها في الشاحن لمدة طويلة سواء ساعة ساعتين أو أربع ساعات أو يوم كامل فعندما أقوم بإزالة كابل الشحن فالعلبة لا تصدر أي أضواء حتى وإن ضغطت على هذا الزر فلا يكون هناك أي أضواء يعني أن العلبة غير مشحونة فما السبب؟ السبب هو الذي سوف نكتشفه في هذا الفيديو إخواني الكرام كما قلت بفتح العلبة من الداخل سوف نستعمل في هذه الحالة سوف نستعمل سكينا عاديا هذا السكين كما تشاهدون سوف نقوم بفتح العلبة من الداخل فعملية فتح العلبة فهي جد سهلة إخواني الكرام ما عليك فقط هو الإتيان إلى هذا الجانب من هنا وكذلك هذا الجانب من هنا وتقوم بإدخال فقط الأمامي من السكين بشكل لطيف لكي لا تقوم بإداء نفسك أخي الكريم على هذا الشكل وتقوم بدفع إلى الأعلى وتذهب إلى الجهة الأخرى وتقوم بنفس الشيء القليل وتقوم بالدفع إلى الأعلى هكذا حتى تقوم بفتح العلبة بطريقة جد سهلة إخواني الكرام كما تشاهدون هذه هي العلبة من الداخل إخواني الكرام كما تشاهدون فكما قلت كما ذكرت في السابق أو أريتكم في السابق فنفس أظن نفس البوردة ونفس الشيء البطارية هنا يبدو على أن البطارية منتفخة بعض الشيء كما يظهر أظن هذا الانتفاخ قد يكون هو السبب وهذه هي الطريقة التي أخبرتكم بها قبل قليل المسؤولة عن الغطاء هذه البردة الملتسقة بالغطاء المسؤول عن بدء شحن السماعات المهم سوف نعود لها في فيديو آخر هذه هي المهم هو البطارية لماذا لا تشتغل سوف نقوم أيضا بتوصيل السماعة مع التيار الكهربائي وكما تشاهدون لدينا هذا المصباح الذي يضئ باللون الأحمر هذا المصباح الذي يضئ باللون الأحمر يعني أن البطارية تبدأ بعملية الشحن لكن عندما ننتظر بعد دقائق لكي يتم شحن البطارية فأيا لا تعطينا أي أضواء أي إخواني الكرام سوف نقوم بإزالة البطارية قمنا بإزالة إخواني الكرام البطارية من مكانها سوف أريكم معلومة هذه المعلومة تؤكد ما كنا نقول من قبل قليل فنحن الآن وضعنا الشحن في العلبة والعلبة توضيء بمصباح هذا المصباح يعطينا هذا الضوء الذي يشتغل وينطافئ على أساس أن العلبة تشحن رغم أن البطارية غير موجودة فهذه العلبة تصدر هذه الأوامر وهذه الأوامر فأخي الأكريم تخدعك وتجعلك تظن أن العلبة شغالة وكل شيء على ما يرام لكن المشكلة هو أن هذه العلبة غير شغالة رغم أن البطارية غير موجودة فالإضاءة تستمر وهذا طبعا راجع لمصنع لهذه السماعة ما علينا سوف نقوم بإزالة هذه الكابل ونأتي ببطارية مغايرة طبعا كما تشاهدون فالبطارية منتفخة هذا الانتفاق يدل على أن البطارية قد فسدت لإصلاح البطارية فإصلاحها قد يتطلب منك عدة معدات لكن لكي تتجنب هذه المعدات والبحث عن آليات لإصلاح البطارية فأنا أدعوك إلى الذهاب إلى الخرداء وقد تجد بعض المكبرات الصوت وكذلك بعض الأشياء التي تشتغل بالبطارية الصغيرة على سبيل المثال مثل هذه الأشياء قد تجدها في الخرداء إخواني الكرام وكذلك بعض السماعات القديمة أو التي تباع على سبيل المثال مثل هذه السماعات فهي لدي غير شغالة فقد تجدها في الخردة وتشتريها بـ 8 بخص وتستخرج منها البطارية أو مثل هذه الأشياء فتوجد بها بطارية في الداخل فأنا إخواني السابق وأن استخرجت البطارية من هذا الشيء هذه هي البطارية التي استخرجت وما عليك فقط أخي الكريم هو أن تقوم بلسق الأسلاك السلكيني معا فالأحمر مع الأحمر والموجب مع الموجب والسالب مع السالب سوف نقوم بلسق السلكيني معا سوف نقوم بلسق السلكيني معا بلسق الغرب وارسق السلكيني معا قمنا بلحام الاسلاك. الآن سوف نقوم بالضغط على هذا الزر الآن سوف نقوم بالضغط على هذا الزر لنتأكد أن البطارية شغالة أم لا وكما تشاهدون لقد أضاء هذا الزر الأزرق هنا يعني البطارية شغالة ما علينا فقط هو وضع البطارية مكانة وإعادة السماعة كما كانت في الأول ونقوم بشحن آآ البطارية إخواني الكرام. نقوم بتوصيل كابل الشحن لنتأكد هل البطارية تشحن. وبدأت عملية الشحن إخواني الكرام كما تشاهدون. عملية الشحن بدأت هذه هي أظن أن المشكل كان بالبطارية سوف نقوم بإزالة هذا كابل الشحن من هنا. وكما تشاهدون عندما نقوم بإزالة كابل الشحن يضيء هذا المصباح الأزرق وهذا المصباح الأزرق يدلنا على أن البطارية شغالة إخواني الكرام. في هذه الحالة إخواني الكرام ما علينا فقط هو أن نقوم بوضع الغطاء في مكانه ولنتأكد هل السماعات سوف تشحن أم لا. هذا هو الغطاء إخواني الكرام نقوم بوضعه على هذا الشكل دائما الزير هنا يكون من ناحية البطارية على هذا الشكل. ونقوم بوضع السماعات داخل العلبة ونقوم بالضغط على هذا الزير. وكما تشاهدون سوف أريكم الآن هناك ضوء أزرق سوف أقوم بغلق الغطاء لكي تبدأ عملية الشحن. لاحظوا وهناك أضواء وبدأت عملية الشحن إخواني الكرام بشكل ناجح إخواني الكرام هذا ما كنا نتمنى. هناك أضواء داخل العلبة كما تشاهدون. هذه الأضواء المسؤولة عن بدء عملية شحن السماعات إخواني الكرام. وكما تشاهدون أصبحت كلتا السماعتين شغالتين معا والعلبة أيضا شغالة. هذا وإخواني الكرام سبب المشكل. وشكرا جزيلا للمشاهدة ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب. وكذلك التعليقات فهذه التعليقات تحفزونا. وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكرا جزيلا لطيب المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.